اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا نقطة التماس على اون لايف معاكم بني ادم اسموزي الحسيني هو اللي بيتكلم واكتملت منظومة الفشل في الكورة في نادي الزمالك الف مبروك يا جماعة كده خلاص منظومة الفشل مكتملة تماما احنا ناس ما خرجناش من الكمفيدرالية في سيمي فاينل ولا خرجنا من الكمفيدرالية في فاينل طبعا احنا خرجنا في مطشة عادي جدا بل يكاد يكون اقل من العادي فضيحة كروية لنادي الزمالك لا تقبل اي شك ولا تأويل ولا يوجد لها اي مبررات سواء ان احنا نادي فاشل في الكورة انا رجل زمالكاوي وعضو نادي الزمالك وبقول لكم لو سمحتوا يا جماعة حقيقي احنا لازم نعترف ان احنا فشلنا في الكورة احنا بنتكلم على انه احنا بنتحرك من فشل الى فشل احنا بنطلع من نقرة بنقفض حضيرة لكن افضل قرار حصل النهاردة وهو القرار الشجاع وعاش عاش مرتضة منصورة على قراره الحكيم الشجاع بتقديم الاستقالة وانا بشجعه على انه يستمر في تقديم الاستقالة ودعمه في تقديم الاستقالة عاش مرتضة منصور متحمل للمسئولية مفيش اشجع من كده قرار كمل يا استاذ مرتضة ارجوك اوعى تتراجع واوعى الناس توسوسلك بانك انت تتراجع في هذا القرار لا يمكن الله العظيم لا تصح مرتضة منصورة اجلنا بيرجعش في كلامه مرتضى منصور يقول الكلمة ما بتنزلش الارض ابدا كمل الاستقالة عشان الناس تعرف امتك ما ليه ما يقعدوا اربع خمس ستة عشر خمستاشر خمسة وعشرين سنة نادي الزمالك من غير مرتضى منصور يعرفوا بقى ساعتها قيمة مرتضى منصور ده اهم حاجة حصل ده على المشهد الكروي طبعا ده بخلاف لطفة وحلاوت وحكمة وزرافة وجدعانة وشطارة وادب صلاح حبيب يا صلاح والله العظيم بس وانا قاعد بتفرج بعد صلاحك وبفرج على العمر قديم كل دي اعلانات عمر قديم بيعمل ايه بالاعلانات دي كلها البرنامج عمر قديم مش عارف يتكلم يا جماعة من كتر الاعلانات الفاصل بيدراب له بتاع عشرين دقيقة عمر قديم بازم يمسي علينا بحاجة والله العظيم على كل حال اتمنى انه كمان الجماعة زميلنا في السوشال ميديا ياخدوا بالهم من هذه الامور يعني ويشجعونا قدر الامكان علشان نعرف نقرب كده من اعلانات عمر قديم شد حيلك يا استاذ والله